اشتركوا في القناة جيد جداً عصر الضعف اذا عصر الضعف النهضة التي اتت بعد الضعف حذري سمع زين نهضة بعد ماذا بعد ضعف معناها كان الادب العربي ضعيف نميز القوة من الضعف فاش نعرفوا لادب رضعيف جيد جداً حبس قال زميلتكم من خلال الانحصار حيث ماذا تقولين جيد جداً ركزوا معي سؤال قال لك ما هي مظاهر الضعف في عصر الضعف شنو الحاجة اللي خلاتك تعرف بأن الادب ضعيف شنو الحاجة اللي خلاتك تعرف شنو الحاجة اللي خلاتك تعرف احسنت إذن إن حصر عصر الضعف في شعر الزهد و شعر المديح شعر الزهد هذا العلميين يسموه الشعر التعليمي معناها ما يكونش حاجة جديدة عليك معناها حاجة عادية جداً إذن إذا كانت مثلاً شركة بوجو تخترع سيارة من نوع كاتسون كات وبقى تخترع في السيارة من نوع كاتسون كات من سنة 1960 إلى سنة 2060 وهي تخترع في نفس السيارة هل هذا قوة أم ضعف؟ ضعف ضعف بعينه تخيلوا معي أنا أعطيتكم مئة سنة برك قلت لك بأن من 1960 إلى 2060 ويعتبروا قمة الضعف لما أنت تحصر روحك في حاجة واحدة فقط متفاهمين؟ فما بالك أنك تبقى 600 سنة وانت تدور في نفس الفكرة وانت تقلقى في الشعر المديح والزعود هذا موش ضعف هذا هذا كارثة تمامك شمعي الآن لما ندخل في عصر النهضة ركزوا معي هذا العصر الجوهري هذا العصر الجبار كيفاش نعرف بأنها نهضة؟ شمعناها نهضة؟ معناها قوة معناها كان واحد راقد ونهض كيفاش نعرف بلا راكينا نهضة؟ من خلال ماذا؟ التنوع ظهر لنا الشعر السياسي الشعر الاجتماعي الشعر الإنساني الشعر الوجداني الشعر المنفى وغيرها من أنواع الشعر مثلاً قفل الأجناس الأدبية على الرواية برك قال الرواية قال قصة برك قصة التي لم تكن معروفة قبلها عصر النهضة ما كانتش معروفة عدنا القصة عدنا القصة القصيرة عدنا الأقصوصة عدنا الرواية عدنا الصور السلوكي عدنا البؤيم وغيرها منها الأجناس الأدبية التي تختص بالرواية فقط معناها قل رواية بار قل قصة بار فيها القصة القصة القصيرة الأقصوصة الرواية يعني الكثير من الأجناس الأدبية نتعلق بالقصة فقط هذا يدل هذا التنوع يدل على القوة الرهيبة تفهمين صح الآن رحين نتحدثوا على عصر النهضة الأدبيين واللغات استها جاكم عنصر جديد أدب عصر النهضة عنده اسم واحد آخر شكوني يذكرني اسم تعو الأخر النهضة أسمها اسمه الأخر أحسنتم الحديث صافي النهضة هي ماذا هي الحداثة عفون النهضة هي الحداثة كي نقول لك أدب الحديث هو الأدب النهضوي أدب عصر النهضة الحداثة كيف تطور الأدب في عصر النهضة كيفاش حتى نصل هذه المرحلة حذاري رأى عنصر جديد تخلصنا تفهمين الحداثة هي النهضة كيف وصلنا إلى النهضة سقسيكم سؤال أنت يا قولي استعمار مليح ولا موش مليح موش مليح باتفاق الجميع الاستعمار موش مليح نعمة ولا نقمة إذن الاستعمار قلتوا لي استعمار نقمة ولا نعمة إذن نقمة لماذا؟ لأنه يقتل ويضمر ويشرد ويختصب وغير ذلك ولكن في جانب منه هو نعمة لماذا؟ حتى الاستعمار لما سنة 1798 ركز معي مليح في هذا التاريخ دخلت فرنسا على مصر وش سمّوها؟ ما سمّوهاش الاستعمار الفرنسي لمصر وش سمّوها؟ الحملة هذبوه المصطلح لأن المصطلح أجيبوا كراسي من القاعة المجاورة لأن المصطلح اللي سموه الاستعمار مصطلح شوي حرش سمّوها حملة هذه الحملة لماذا نعمة؟ لأنك لم أعرفتوها لماذا؟ لأنها تدمر وتقتل وتشريد وغير ذلك لماذا نعمة؟ الحملة الفرنسية على مصر جابتنا ثلاث حواج ما كناش نعرفوهم في العالم العربي أبداً جابتنا وشيني؟ الطباعة جابتنا الطباعة جابتنا وشيني أيضاً؟ الترجمة الترجمة جميل جداً الصحافة جابتنا أيضاً شيني؟ الصحافة هذونا ثلاث حواج هما اللي طوروا العالم العربي راني نحكي لك بداية عصر النهضة سنة 1798 هذه البداية معناه من هنا بداية كين تطور كين تحركات فمتوني فمتونيش سنة 1798 لما دخلت فرنسا على مصر جابوا معهم وسائل تاحهم جابوا معهم العتاد تاحهم من بين الوسائل جابوها الطباعة أكبر مطبعة في العالم العربي آنذاك يا مطبعة البولاق هذه المطبعة كي نقول لك جاءت المطبعة معناها الكتاب أصبح يطبع بكميات كافية معناها أنا نعود نقرأ أنت عود تقرأ لآخر عود يقرأ الناس قاعد عود تقرأ لما الشعب يعود يقرأ الشعب يعود يقرأ راح يترتفع نسبة ماذا الثقافة ومبعد يجي نوع تشعر شعب يقرأ كملو لا يجوع ولا يستعبر معناها أول عامل من عوامل النهضة أهم عامل من عوامل النهضة هو ماذا هو الطباعة كان يستقصي قدوة يقول لك ما هي عوامل النهضة تقول له عامل والأهم عامل من عوامل النهضة الطباعة التي رفعت من نسبة القراءة فارتفعت نسبة ثقافة تا واحد كان يقرأ والاحد ما يقراش ولا يقرأ راح يثقف راح يقرأ راح يفهم إلى غير ذلك عدنا العامل الثاني اللي هو الطرجمة بدأت عملية طرجمة لتكتب بشكل مثير جدا احنا رأنا نحكو على مسألة احنا بكري كان الكتاب يكتب بخط اليد معناها الكاتب اذا كتب كتاب يروح يديه الديوان الوراقين اذا كتب وزوج كتب ثلاث نسخ رهام شون بيون ثلاث نسخ اكيد راح يختص بها الملك لنفسه والوزير وحده والامير وحده الشعب ما يقراش كمعانمك شمعان بمعنى ماذا معنى لما تكون كينة طباعة اسمع زين وتكون كينة ترجمة راح تحتك ب على سبيل المثال الترجمة تخليك تعرف الناس ورهم مواصلين نضربوا مثال مثلا عياطة لاعب ماهر في بلدية مثلا بلدية حجوت مثلا في نادي حجوت يعني هذا عياطة مثلا ولا نادي مثلا بوسعادة يعتقد انه في نظر اهل بوسعادة رهو الطفرة في الكرة ورونالدو تعانى يعتقدون انه هو الصح هو الطب متفاهمين لماذا لانه مهم الشايفين ميسي ماعرفوش ماعرفوش ميسي مهم الشايفين كريسيان ورونالدو ماعرفوش بي لاحن جات الانترنت البلدية حجوت مثلا ولا بلدية بوسعادة فتحنا الانترنت دخلنا اليوتيوب لقنا ميسي يبا عياطة هذا ملارك ايه رديني ايه رديني ايه ركتب علينا يعني الترجمة فتحت لنا نافذة على الغرب خلتنا نشوف الناس ورهم واصلين لما نشوف الناس ورهم واصلين نقدر ندير مقارنة بيني وبينه اذا الترجمة ساهمت في الاحتكاك مع الغرب وساهمت في محاكاة وتقليد وتقليد واتباع الغرب وساهمت في استراض المذاهب كلاسيكية الرومانسية الواقعية وتعرفوها كلاسيسيزم رومانتيك رياليزم مثل المذاهب الغربية نا هذا الحواجلي ما كنا نسمع بها اصلا نسمعنا بها عن طريق ماذا عن طريق الترجمة عن طريق الاحتكاك حتى الأدباء تعنارق وثمه لما راحوا ثمه اكيد رحنا نترجمه وبالتالي ترجمة عامل اساسي جدا الصحافة كيف ساهمت الصحافة ساهمت الصحافة بالتخلص من التصنع دعوكم فهمكم فيها سؤال باكالوريا كيف ساهمت الصحافة في نهضة أدب العربي سؤال باكالوريا ما فيها شهضة كيف ساهمت الصحافة في نهضة المقال كي يقول لك نهضة المقال المقال في عصر النهضة معنى في نهضة الأدب بصفة عام ساهمت الصحافة من خلال التخلص من التصنع اللفظي مثلا كان واحد الكاتب اسماه مثلا الرافعي كان كاتب اسمه مصطفى لطفي المنفى لوضي كان كاتب اسمه الراجحي هذون الكتاب كنت قراره وما تفهملوش ميخايل عبد السيد مثلا وكتاب من عيار الثقيل لأن اللغة التاعه معتقة لغة ثقيلة جدا ركت معامك شمعين المقال لما جاتنا الصحافة اللي ما كناش نعرفوها أصلا كي جادنا الصحافة وش لازم تقول الصحافة المقال الصحفي يعتمد على المباشرة أسلوب مباشر واضح بسيط دقيق بدون إضافات هز الخبر مدوا للمواطن بكل بساطة بتعقدلوش الأمور هذي خلت الأدباء التاعنا لقابل الصحافة عندها رواج واسع جدا قالوا احنا علش من ديروش كما الصحافة يعود المقال التاعنا بسيط واضح مباشر للناس جميعا همتوه همتوش إذن هذه الأشياء ساهمت في اتساع رقعة القراءة فتطور العالم العربي سنة 1800 واحد على ما اعتقد انسحبت فرنسا من مصر مقدروش قالوا بأن فرنسيين عندهم نظرة احتقارية عندهم نظرة احتقارية قالوا بأن المصريين غير قابلين للتطور تفهمين؟ معنا احنا مقدرناش مع هذا الشعب المتخلف وهذه نظرة استعلائية احتقارية مكنش منها لأن مصر مدينة الثقافة وأم الدنيا وتعرف هذا الشعب بمعنى ماذا؟ الحوصلة ما هي عوامل النهضة؟ ما هي أسباب النهضة؟ كيف نهض الأدب العربي؟ كيف نهض العالم العربي بعد ما كان ضعيفا؟ العامل أبل عوامل شين هو العامل أبل عوامل؟ هو الاستعمار العامل أبل عوامل حتى أنني قلت لكم هذبوه ما سموهش استعمار سموه حملة حملة نابوليون بونابارت على ماذا؟ هذه الحملة التي أتت بالطباعة والترجمة والصحافة ساهمت في اسمها في نهضة الأدب في العالم العربي بالأحرى نهضة الأدب ركزوا معي النهضة دروا كان عادتكم أيضا فكرة جديدة جاتكم عوامل النهضة خلاص عرفتوها متأكدين العامل الأساسي هو الاستعمار الذي أتى بجملة من العوامل التي هيها يورها عدنا أيضا تعريف النهضة تعريفها تعريف النهضة كنت يقولك تعريف النهضة أو تعريف الحدث الحدثة هي نهضة ولوش العصر الحديث هو عصر نهضة ولوش حقا وشنا نهضروا بمعنى جيك هذا المصطلح ولا هذا المصطلح نحكيكم مع الحكاية تعريفوها أكيد في العصر القرن الخامس عشر والرابع عشر وغيرو ذلك كانت أوربا يتحكموا فيها رجال الدين صح ولا لا تسمعوا بيها ما تسمعوا بيها تحب تدخل الجنة ترح تشري شاك مع كشمو اسمه قال صفكوك الغفران قال يا أخوين ترك داخل الجنة قال ديروش تحب بسع تخلص الاسمه تدخل الجنة عادي رايح بمعنى ماذا أصبح الناس يتحكمون في الدين أصبح اللي ترضى عليه الكنيسة يعيش ويدخل للجنة ويعيش لباس به ما ترضىش عليه الكنيسة يتعذب ويدخل للنار أكفهمك شمام لازم يعود صاحبك البابا هذا القسيس هذا باش يدخلك للجنة جاء واحد الكاتب اسمه دانتي دانتي هذا كاتب بولوني من بولونيا قال لهم ركما تقصروا بنا أو ما شاني فهو فاق بالفكرة كتب واحد الكتاب اسمه الكوميديا الإلهية معين مك شمعين الكوميديا الإلهية قال باللي راني ليجيت القساوسة هم أكبر منافقين وتلقيت معهم كده يخلط النار كده يدخلوني للنار تلقيت بهم في النار هو في الكتاب بارك مش قول رواية قصة أنا كي روحت للنار قال ساويس هذوك تكنوا هفو في نجاح في النار هذا الكتاب حارب ما يسمى بالدين أنا ذاك تسمعني زين حاربوا الدين سمع زين بمعنى وسمعوها عصر الحديث تسمع زين هذا العصر اللي أوروبا حاربت فيه الدين وش سميناه عصر الحديث نحن الأدب العربي جبنا فكرة جبنا فكرة الحداثة اللي هي في الأصل وشيني؟ محاربة جميل محاربة جميل هل في رأيكم هذه الفكرة طيح العالم العربي أو مطيحش؟ 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 ماذا يجب أن نقوم بتعديلها؟ نقوم بتعديلها إذن أصبحت محاربة كل ما هو قديم هذا تعريف الحداثة ولكن هل هذا تعريف حقيقي أو مزور؟ مزور مزور واحد الكاتب اسمه أدونيس ما اسمه أدونيس لكن نحكي لكم حكاية قال لك لا لا الحداثة لمحاربة الدين لازم نحارب الدين حبش نفهم أنا ما نقدرش نزوره الفكرة قال لك إذن أدونيس وش قال هي محاربة الدين خرج من الإسلام ألحت وسمى روحه أدونيس ما اسمه أدونيس أدونيس اسم إله كما يعني ما قال لنبدأ نطبقها على رحي نلوه والقع وتبعوني ما تبعوا هاتواه لقرعوا هاتواه وبتالي ماذا؟ إذن تعريف الحداثة ماذا تقول؟ اختلف أدباؤنا في تعريف الحداثة فمنهم من رأى أن مصطلحها غير ملائم للعالم العربي فسماها محاربة كل ما هو ماذا؟ قديم صح؟ ومنهم من رأى أنه لا يجب التصرف في فكرة مستوردة ما نقدرش نمسلنا فكرة مشتاعي وخلها محاربة الدين سندس ما هي تعريفات الحدثة؟ عدنا تعريفين وينها التعريف له؟ محاربة كل ما هو قديم والتعريف الثاني هو محاربة الدين وهذا لا يصلح إذن اختلف نقادنا في تعريف الحدثة فمنهم من رأى أنها محاربة كل ما هو قديم وهذا ما ذهب إليه جمهور أنه قادوا الأدباء تواعي لا 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 تطيعش وهناك من رأى رأيا آخر وعلى رأسهم أدونيس الذي يرى أنها يجب أن تطبق كما أتت ما تقدرش تموضي فيها تجيب لي مرسوداس ومبعد تسميها لي كوكاوة ما اسمها شكوكاوة؟ مرسوداس؟ عندها اسم تجيب لي كليو وتسميها لي دبزة كليو دبزة كليو ذبانة مرسوداس دمعة هذه مسميت قلتك لا يجوز ما تشتلخ دمتها حتى تعطي لها اسم خليها كما هي صحيح؟